السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحلى أخوات في العالم شرح اليوم هنتكلم عن ميزة ظهرت في التحديث الجديد في هواتف سامسونج اسمها تحسين جودة الصورة طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا نشوف الميزة اللي معانا النهاردة كل اللي هنحتاج نعمله مع حضرتكم هنفتح الاستيديو وبعدين هنفتح الصورة اللي احنا حابين نحسن الجودة بتاعتها وبعدين هنضغط على الثلاث نقاط على اليسار من تحت وبعدين هنلاقي حاجة اسمها تحسين جودة الصورة بضغط عليها وبكده بيعالج للصورة بالزكاة الاصطناعي وبعد ما هيعالج الصورة معانا دلوقتي هيظهر معانا خط في منتصف الصورة وهيبقى كاتب لي على اليمين بعد وعلى اليسار قبل بسحبت أو أسحب من تحت كده من عند الشريط بكده أحرق الشريط إلى بعد وبعدين هعمل حفظ وبكده هو عالج لي الصورة أو حسن لي جودة الصورة وبكده يكون انتهى شرح اليوم أتمنى أن أنا أكون أفدت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته